نقابة أطر وموظف وزارة المالية مساء أمس ندوة علمية تحت عنوان المعضلة العقارية في موريتانيا بين الحلول المخترحة والآفاق المستقبلية وبهذه المناسبة وضح رئيس نقابة أطر وموظف وزارة المالية سيد محمد أغي الواقف أن هذه الندوة تأتي في إطار الانشطة العلمية التي دابت النقابة على تنظيمها مشيرا إلى أنها اختارت أن يكون موضوع ندوتها الحالية المجال العقارية نظرا لأهميته والأولوية إصلاحه لدى قطع المالية وتبع المشاركون في الندوة جملة من العروض والمداخلات تناولت المجالات ذات الصلة بالوضعية العقارية في موريتانيا كالإشكال العقاري وتحديث القوانين والترسانة القانونية اللازمة للتسير العقاري والحلول المخترحة في هذا المجال والنفاذ إلى الملكية العقارية الخاصة والتأمين العقاري وإدخال العقارات في الدورة الاقتصادية والنزاعات العقارية جرت فعاليات الندوة بحضور جمع من أطر قطاع المالية وبعض المهتمين بالقضايا المتعلقة بالمجال العقاري انطلقت ليلة البارحة فعاليات أنشطة مبادرة